انه معسكر اشرف في البانيا قبل ايام حيث الاقتحام كان قرارا من سلطات البلاد نفذته قوات الامن الالبانية والسبب انتهاك منظمة مجاهدي خلق شروط اتفاق الانتقال الى الاراضي الالبانية تقول تلك السلطات كان اتفاقا بوساطة امريكية لكن الوضع يتغير الان قليلا سبق اقتحام المعسكر قرار امني فرنسي برفض السماح لمجاهدي خلق بتجمع كبير لهم قرب باريس في شهر تموز يوليو المقبل اما الولايات المتحدة فتقول خارجيتها ان واشنطن لم تعد ترى المنظمة حركة معارضة ديمقراطية قابلة للحياة ولا انها تمثل الشعب الايراني وبحسب موقع ريسبونسبل سايد كرافت الامريكي تشكل المنظمة المناوئة لطهران عائقا في نظر الغربيين اليوم بعد سنين طوال من الترويج لها بديلا علمانيا ديمقراطيا غير نووي للحكم في ايران ويربط مراقبون ما يجري لمجاهدي خلق بالاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حيث للغرب حاجة الى تخفيف الاحتقان دفعت الى اتخاذ خطوات واضحة في هذا الاتجاه من تلك الخطوات اعادة اموال مجمدة وعودة المفتشين الى مواقع نووية ايرانية وتركيب كاميرات للمراقبة وتبادل سجناء والتضييق على المناوئين لايران في اوروبا ومما يدفع الاوروبيين الى تخفيف الاحتقان هو الغاز الايراني ربما فهو البديل الانسب للغاز الروسي فايران هي ثاني احتياطي عالمي بعد روسيا فضلا عن قربها من الاسواق الاوروبية لاتصالها بخطوط نقل للغاز مرتبطة بشبكة الغاز الاوروبي الى تقصيد ولدك شكرا